قالت مصادر دبلوماسية روسية إن موسكو دعت مجلس الأمن الدولي لبحث التحركات التركية في العراق وإن المجلس سيناقش هذه المسألة خارج جدول أعماله في جلسته المغلقة اليوم وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تتناول المناقشات حادث إسقاط تركيا الطائرة الروسية التي أدت إلى تدهور العلاقات بين موسكو وأنقرة من جهة أخرى قال مصادر دبلوماسي عراقي إن الطلب الروسي بخصوص وجود الجنود الأتراك في محافظة نينواء العراقية أحادي ولم يتم التنصيق مع الحكومة العراقية